بدأت قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية تمرين متعدد الأطراف على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية تشمل تدريبات التي تستمر خمسة أيام تدريبات في البحر على متن نقل برمئي وقال قائد القوات البحرية الأمريكية الجنرال براد كوبر إن التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة وتدفق الحر للتجارة وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليمي صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية ربطت بين المناورات البحرية في البحر الأحمر وأنشطة إيران وتحركاتها المتزايدة في الفترة الأخيرة فما التفاصيل؟ قالت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية إن المناورات البحرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة مع إسرائيل والإمارات والبحرين تؤمثل حدثاً نادراً يستمر لمدة خمسة أياماً ويأتي في ظل تهديدات الإيرانية الصحيفة الإسرائيلية قالت إن الهدف من التدريب مع الشركاء الإقليميين يهدف إلى تحسين القدرة الأمنية البحرية الجماعية لدى المشاركين في التدريبات وبحسب يدعوت فإن إسرائيل كانت تعتقد أنه سيجري الإعلان عن التدريب بعد الانتهاء منه كما هو معتد لكن إعلان الأسطول الأمريكي عن الحدث فور انطلاقه أثار مفاجأة لدى تل أبيب يدعوت أحرانوت ربطت بين المناورات الجديدة والمناورات البحرية التي أجرتها إيران مؤخراً في مضيق هرمز أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي سيرأس وفداً أمريكياً لإجراء جولة في الشرق الأوسط من 11 وحتى 20 من نوفمبر الحالي وبحسب الخارجية الأمريكية فإن الوفد الأمريكي سيزور الإمارات والسعودية والبحرين وإسرائيل لإجراء مباحثات بشأن إيران والمفاوضات النووية بهدف تنسيق النهج الأمريكي تجاه المخاوف المشتركة بشأن إيران وأنشطتها التي وصفتها الخارجية الأمريكية بالمزعزعة للاستقرار بالمنطقة